عندنا في إسلامنا بلغ من سمو بعض النساء الصالحات أن صرنا في موقع ريادي متقدم هو موقع المرجعية الدينية القيادة الدينية ولو لفترات قصيرة استثنائية في التاريخ لأن الأصل أن تكون المرأة مدرسة أن تكون مربية هذا هو الأصل فهذا استثناء لكنه يدلك على ما بلغته المرأة عندنا من سمو مقام مما وصل إلى هذا المقام المتقدم سيدتنا عقيلة الهاشميين زينب الحوراء صلوات الله وسلامه عليها بنت أمير المؤمنين عليه السلام ولئن قال قائل هذه من أهل بيت النبوة جدها محمد صلى الله عليه وآله وأبوها علي عليه السلام وأمها سيدة نساء العالمين وأخواها سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة فلا عجب أن تتبوأ هذا المقام نجيب بأن هناك امرأة صالحة أخرى تبوأت هذا المقام ولم تكن لا عربية ولا هاشمية ولا طالبية ولا علوية ولا من أهل البيت عليهم السلام من حيث الانتساب بل كانت امرأة نوبية من بلاد النوبة أي هذه الممتدة من أصوان في جنوب مصر إلى الخرطوم تقريبا في السودان هذه المنطقة جنوب مصر وشمال السودان هذه المرأة الجليلة العظيمة تبوأت أيضا هذا المقام وهو مقام المرجعية الدينية إليها يفزع الناس في دينهم في أحكامهم في حلالهم وحرامهم ما القصة إذن؟ راجعوا إكمال الدين للصدوق أو كمال الدين للصدوق فإنه يروي رواية عن أحمد بن إبراهيم قال دخلت على حكيمة بنت محمد بن علي الرضا السيدة حكيمة بنت إمام الجواد سيدة عظيمة شريفة جليلة من فقيهات أهل بيت النبوة عليهم السلام لا مو بأذربيجان سام الراء موجود مدفونة هناك في نفس البقعة الطائرة بقعة العسكريين عليهم السلام فهذا أحمد بن إبراهيم يقول دخلت على حكيمة بنت محمد بن علي الرضا أخت أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أي أخت الإمام الهادي عليه السلام في سنة اثنتين وستين ومائتين أي بعد مضي الإمام العسكري عليه السلام وبدء إمامة الإمام المهدي عليه السلام وبدء غيبته الصغرى يقول فكلمتها من ورائي حجاب هذه هي الضوابط عندنا لسنا كعائشة وأتباعها التي كانت تقبل بأن تخالط الرجال ويخالطها الرجال بلا حجاب ارجعوا إلى روايات عائشة ترون الفضائح لم يكن ثمة حجاب بل لم يكن حتى الحجاب المتعارف اليوم بمعنى أنها تستر بدنها فكانت كما حدث المخالفون عنها تعلم رجالا غسل الجنابة والوضوء ونحو ذلك فتكشف أجزاء من جسدها حتى أنه في بعض رواياتهم أنها كانت تستر فقط العورة الغليظة أو المغلظة فقط أما باقي البدن كأعالي البدن كانت تكشفه فهذا الرجل حين دخل على السيدة حكيمة عليه السلام يقول كلمتها من وراء حجاب يعني غير حجابها الذي على ثيابها يعني من ثيابها على بدنها هناك حجاب آخر ساتر تماما كستارة مثلا أو ملاءة مثلا مضروبة أسمع الصوت فقط ولا أرى حتى الخيال لا أرى لم يكن يرى للنساء الصالحات ظل ظل واحد من يشوفه يقول فكلمتها من وراء حجاب وسألتها عن دينها فسمت لي من تأتم بهم قالت هؤلاء يا إمتي بدأت علي بن أبي طالب الحسن الحسين علي بن الحسين إلى أن انتهت إلى من يقول ثم قالت والحجة بن الحسن بن علي صلوات الله عليه فسمته فسمته ذكرته بالإسم هذه عمة من عمة أبيه عمة الإمام العسكري أخت الإمام الهادي بنت الجواد عليهم السلام يعني يعني امرأة متقدمة في العمر لكنها تأتم بمن بالحجة بن الحسن المهدي عليهم السلام في ذلك العمر الصغير بعد مضي أبيه العسكري عليه الصلاة والسلام مما يدلك على مدى إخلاصها وإيمانها وأنها لا تتكبر كما تكبر غيرها من ذرار المعصومين عليهم السلام فهناك من تكبر مثلا لإمامنا المهدي عليه السلام مثلا عم آخر وهو جعفر الملقب بجعفر الكذاب تكبر تكبر لم يخضع لإمامة الإمام المهدي عليه السلام وأعلن نفسه إماما يعني زورا وبهتانا يقول أحمد بن إبراهيم ثم قالت والحجة بن الحسن بن علي فسمته فقلت لها جعلني الله في ذاكي معاينة أو خبرا فقالت خبرا عن أبي محمد عليه السلام كتب به إلى أمه الإمام الإمام عليه السلام لها لها ثلاثة أسماء أشهرهن سليل فهو كتب إلى أمه بشرها بولادة خليفته حجة الله على أرضه الذي يملأ الأرض قصطا وعدلا بعدما ملئت ظلم وجورا هذا المهدي الموعود يقول أحمد بن إبراهيم فقلت لها فأين الولد فقالت مستور في غيبة الآن فقلت إلى من تفزع الشيعة الشيعة الآن في هذه اللحظة الحرجة بعد مضي الإمام العسكري عليه السلام في هذه الفترة إلى من تفزع من تتوجه إليه في مسائلها في أحكامها في دينها فقالت إلى الجدة أم أبي محمد أي أم الإمام العسكري عليه السلام السيدة سليل هذه هي قائدتكم الدينية في هذه المرحلة هذه هي مرجعكم الدين في هذه المرحلة فتعجب أحمد بن إبراهيم يقول فقلت لها أقتدي بمن وصيته إلى امرأة فقالت اقتداء بالحسين بن علي صلوات الله عليهما فإن الحسين بن علي عليهما السلام أوصى إلى أخته زينب بنت علي في الظاهر فكان ما يخرج عن علي بن الحسين عليهما السلام من علم ينسب 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 زينب سترا على علي بن الحسين عليهما السلام كانت السيدة زينب عليها السلام هي التي تجيب الناس وتفتيه ولكن العلم لمن في الحقيقة للإمام لعلي بن الحسين عليهما السلام لكن في الظاهر سترا على علي بن الحسين حتى لا يقتل حتى لا يؤذى كان ينسب هذا العلم إلى من إلى السيدة زينب فكذلك حصل الأمر بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام أوصل الإمام العسكري إلى أمه هي التي تتصدى السيدة سليل النوبية فكان ما يخرج منها من علم ينسب في الظاهر إليها ولكنه في الباطن من حفيدها المهدي الموعود صلى الله عليه عليه فانظر إلى المكانة التي بلغتها المرأة في إسلامنا حيث صارت نائبة الإمام ومعلمة الأمة ومرجعا لها في الدين وهذه السيدة سليل نذكركم بمقولة الإمام الهادي عليه السلام فيها يوم اقترن بها قال سليل مسلولة من الآفات والأرجاس والأنجاس لهذا تبوأت هذا المقام موسيقى موسيقى